السلام عليكم ورحمة الله كانت مننا إن شاء الله ستكونوا كلكم بخير وعلى خير فأتمنى الصحة والعافية ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال مرحبا بكم معي فيديو جديد اليوم سنرى واحدة حلوة سهلة واقتصادية بدون فرن بدون عجين ستجي رائعة ستجي معلكة والديدة لا أعجبكم فيديو لا تنسوا نشمالي لايك فضلا وليس أمرا لا نطور عليكم المقادير هي هذه كما ترى على هذه الشكل هنا لدينا 200 جرام دي الكوكاو اللي كنا خلينا في الفيديو السابق دي المعلكة هذا 200 جرام دي الكوكاو اللي بتلكم غير نحضره بي وحتشكيل مع بعضياتنا هنا كيفما قد تعرفو الكوكاو را محمر في الفرن ومطحون عندي هنا 100 جرام دي البيسكويت كذلك أي نوع دي البيسكويت كتفضله ممكن صاب لي أو أي نوع أنا عندي هنا بيسكويت لي وعادي بالقمح 100 جرام وعندي هنا واحد جوج حبات دي المشماش المشماش يعني يابس واحد الكمية دي القرقاع يعني هاد المسائيل أنا غنقطعهم هما قطع لي رقيقة وغادي ناخدوا واحد شوية دي اللي فخويكم فيه هنا يا فواكه المعسلة بقاتل عندي فتلاجة من حلوية اللي درس قبل فما غنضيعه كتبقى اختيارية ممكن تعودوها بالعينة بمجفف وعندي هنا بديل شوكولا هنا الشوكولاة الشوكولاة البيضاء عندي غالة عندي هنا يا ربعمية وخمسين جرام غادي نستعملون تومه واحد خمسمائة جرام اللي غادي تخلو فهاد الحلوة كاملة وغادي نحتاجه من طبيعة الحال واحد المول دي السيليكون على هاد الشكل هادا اللي كيساعدنا بزاف وكيسا هال مأمورية دي الحلوة هنا غنناخد للي شوكولاة وغادي نوضعه في البماغي باش ندوبوه على هاد الشكل قنا ناخد واحد جوج كاسرونات يعني ايناء كي تخشفو سطئين على هاد الشكل هادا باش نديرو واحد الحمام دي المريم او البماغي باش ندوبوه هاد الشكل غننبضو على بركتي الله هنا غننوضع الشكل ديالي كامل فهد الكسرونا هاد كما شفتو هاد الكيميا اللي استعملت انا هنا فانا استعملت الكيميا وزيت واحد يعني ما يعادل المجموع ديال الشكل هنخصقهم واحد 500 جرام ووضعت عليها معلقة كبيرة ديال زيت نباتية كما شفتو كنا نوضع الماء اللي هو مغلي باش نسهل دوابان ديال الشكل هنخليط الشكل كيدوب على جنب واخديت الهاشوار وغنطحن البيسكوي على هاد الشكل هادا كما شفتو كنتطحنوه كيتطحن وكيبقو فيه يعني ما كيتطحنش كيتنيل يعني كيجي ما كيجيش بودر لكن كيبقو فيه واحد بحبيبات على هاد الشكل هادا أنا هنا غا نرجع للشكولات نشوفه يعني دور لاننا نحركوه ما نغفلوش عليه نار ليه تكون مهيلة وكننحركوه مرة مرة حتى يدوب على هذا الشكل هادا ما كيتطلش لينا نهائيا كي يكون ناجح وكيدوب بكل سهولة هنا غا نطفيعو عليه النار وغا نحيدوه وارجعو ان شاء الله باش نكملوا الوصفة ديالنا او الحلوة وضعت فيها البيسكوي وكذلك 200 جرام الكوكاو على هذا الشكل هذا كما رأيته يعني تبارك الله تعطينا كمية معقولة هنا قطعت المشماشية باستقطاع القيقة مع القرقاع ونأخذ الشوكولات الليد ووكت ونبدأ على بركة الله شراء ناجح ونأخذ تقريبا نصف الكمية التي نجمع بها البيسكوي والكوكاو على هذا الشكل هذا والكمية الأخرى نجعلها فهنا نحصل على هذا الخالط يعني على هذا الشكل المتماسك بهذا الشكل هذا يجي وحد الخالط الليد هو معلك يجي رائع فهنا نجعله على جنب كما شفته هذا هو القوام دياله يجي على هذا الشكل هذا فهنا نأخذ المول ديال السيليكون ديالنا على هذا الشكل كما شفته من طبيعة الحارة نقيم وغسول فنبدن نوزع في الدوائر دياله وحد الكيمية اللي هي طبيعة الحال تكون يعني معقولة من المشمش يابس اللي قطته قطع اللي هي القيطة وحد القطع ديال القرقاع وهنا هي كذلك وحد القطع من الفواكه المعسلة كيف نقول لكم ممكن تعودوها بالعنب المجفف يعني او اللوز قد يبقى مسائل قدقى دائما اختيارية على هذا الشكل هذا كالمضعوف القاع دياله هنا نكمل المول ديالي كامل وغد يرجعه ان شاء الله هنا بعد اما عمرت المول بالفواكه المعسلة على هذا الشكل هذا او الفواكه الجافة فنبدأ على بركتي الله نصب او نفرغ واحد الكمية من الشوكولات البيض على هذا الشكل هذا حتى كنحاول ان نغطي هدوك القطع ديال الفواكه المعسلة والفواكه الجافة على هذا الشكل هذا يعني واحد طبقة اللي كتكون ماشي رقيقة بزيف وماشي غليظة لان باقي غنوضع الخاليط ديال بيسكيو الكوكا وفوق منها فانا كنبدأ نفرغ على هذا الشكل هذا وكنحاول نحاول شوية بدك سباتيل باش نغطي ديال القطع ديال الفواكه باش تغطى لياه وتقبط راسها يعني يجمد عليها الشوكولات على هذا الشكل هذا وكيف ما قلت لكم يعني كتبقى المسائل اللي كنوضع فهد القاعد ديال المول كتبقى ختيار يا اي بنوع ديال الفواكه كنفضله فحنا ممكن تستعمله على هذا الشكل هذا كماشتونا غنناخد هذا المول هذا وغننوضع فوق واحد البلاطون باش يساعدني على هذا الشكل وغننضف الجوانب ديال المول لي على هذا الشكل وغننحاول ان نخبط فيه فوق سطح العمل باش ميكونوش عندي فراغات وغننضف الجوانب ديال المجمد بخلطه وجمد لياه الشوكولات راكي يجمد بسرعة كماشتونا قبط راسوني الشوكولات على هذا الشكل هذا فانا غنضوز المرحلة ديال اناني نعمر نديل واحد طبقة ديال البيسكوي والكوكا وفوق من دك الشوكولات على هذا الشكل هذا كماشتورة الخريط يجي متماسك ديال الكوكا ومع ذاك البيسكوي كتجي يعني واحد خريط اللي هو متماسك ماشي خفيف على هذا الشكل هذا كنبقى نوضع واحد ملعقة صغيرة وكنحاول ان نوزعها بالسطح ديال الملعقة على هذا الشكل كنحاول ان ننبسطها جيدا بهذا الشكل هذا كم ما كنتشوفه يعني مسألة سهلة جدا ويعني غير متعبة وحلوة اللي كتوجد بسرعة وفرمج تعين يعني الحلوة ديال يعني ديال اخر لحظة هي هذه ممكن توجدها كتجي سهلة وبسيطة وكذلك مراحل جيد جيد مبسطة فكنبقى نبسط على هاتشكل هذا وكنحاول انني ندير السطح اللي يكون متساوي على هاتشكل وكنحاول نحيد الجوانب كما شفتو كتجيب هاتشكل هذا صافي يعني هنا يا غنبقى نكمل يعني الثالثة كذلك الدائرة ديالي او القرص ديال الحلوة ديالنا الثالث على هاتشكل يعني طريقة جد سهلة ممكن استعملوا يدينة إلا ما بغناش نستعملوا الملعقة لأن كما قلت لكم نخليط راهم تماسك وتقدروا تحكموا فيه بيد ديكم يعني إلا كان نسألة بنسبة المبتدئات أسهل بليد دين فممكن أنا نستعملوا يدينة باش أنا نوضعها الطبقة ديال الكوكو مع البيسكوي فأنا غنستعمل راحت نكمل المول اليالي كامل على هاتشكل هذا وغدير رجع نطلقى وإن شاء الله كما شفتو هنا يا عمرت المول كامل على هاتشكل هذا قي يجي متساوي وكيجي يعني سطح مقاد فأنا غندخلها الموج مميد واحد خمسة دقائق ونرجع هنا إن شاء الله بعدما دازت خمسة دقائق يعني ضغيئ كيقبت راسو لأن في شكولات وشكولات ضغيئ كيشد راسو فهنا غنبدو نحيدو الحلوة ديالنا من المول على هاتشكل هذا كما شفتو كيجي هادو الشكل ديالها كيجي وذلك القطع في الوجه ديال الشكولات كيجي وبينين يعني كيجي وحاضرين على هاتشكل هادا بكل سهولة كنحيدوها كيفما كتعرفو هاد ليمول ديال السيليكون صراحة تي سهلو المأمورية بززف بزف يعني مثلا قوشي صعوبة أنا نحيدوهم فهذا هو الشكل ديالهم كيجي رائع بشكل راقي وحلوة يعني سهلة وسريعة في تحضير بدون فرن بدون عجين كيجي رائعة ولديدة وهنا غنحيد يعني بالنسبة غنحيد الحلوة ديالي كاملة فهنا بالنسبة لذلك القطع راهم كيجي باينين كيفما كتلكم ممكن تديروا العينب مجفاف ممكن تديروا اللوز البيستاج يعني أي فواكه جافة كتفضلوها وكتحبوها فممكن تديروها فهذا الحلوة هادي كتجي رائعة وكتجي ديالك الطبقة ديال الشوكولات ودك الطبقة ديال البيسكوي مع الكوكا ويعني كيجيوا واحد المزيج بيناتهم وكيكون يعني واحد كيجيوا تقريبا متساويين كيجيوا رائعين وما كتجيش قاص حاب لاكس كتجي معلك هاد الحلوة كتجي فتية لأن البيسكوي مع ذاك الكوكا ومجموعين بالشوكولات وشوكولات كيجي قدمتوا الفتاة ولهذا المزيج بهذا وواحد اللي ماضاك رائع ديالها كتجي لها تشكي هذا كما كتشوفه فانا غنعود نعمر المول مرة ثانيا نقلب المول على هذه الشكل هذا ونعمره ورجع نشوفه الشكل ان شاء الله النهائي ونكمل الباقي ديال الخالي تديالي ونشوفه الشكل نهائي في صحن التقديم ان شاء الله هذا هو الشكل نهائي ديال الحلوة ديال اليوم كانت منها ان شاء الله تعجبكم كتجي رائعة والديدة وكذلك يعني كتجي تل منظر ديالها يعني منظر اللي هو زوين وراقي نقدموها إن شاء الله في طبيلة العيد الأضحى ديالنا إن شاء الله اللي يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة كل ما تمنيتوا إن شاء الله والله يبلغنا هادي اليوم اللي هو يوم عرفة بصحة وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله كتجي كيف ما قلت لكم حلوة رائعة ولديدة هذا هو الشكل ديالها كانت من إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله غتعجبكم وننتأكدها غتعتمدوها يعني في الحلوية اللي كتوجد في رمشة عين كتجي معلكة ولديدة وفي نفس الوقت منظر ديالها رائع الصراحة إلا عجبكم الفيديو ما تنسوني شمالي لايك فضلا وليس أمرا وكنتشكركم بزفزف على الدعم ديالكم والناس اللي ما زل ما اشتركوش مرحبا بكم اشتركوا فعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد وبرتجيوا الفيديو مع الأهل والأحباب باش تعملوا فائدة إن شاء الله وكنتمنى إن شاء الله لقاكم فيديو مقبل في أحسن الأحوال إن شاء الله ونكون دائما عند حسن الضن ديالكم وهذه كانت تتمة ديال الفيديو السابق ديال الملكة اللي كانت 500 جرام ديال كوكا وخرجنا منها ثلاثة شكيلات درنا جوش شكيلات ديال الملكة ودرناها تشكيل هذا كانتمنى إن شاء الله ترجعوا الفيديو وتشوفوا ديال الملكة وإلى فيديو مقبل أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه